أكد عضو مجلس محافظة الأنبار يحيى المحمدي أن مدينة الفلوجة أصبحت مستعادة بالكامل لكن عمليات تطهير المدينة من مخلفات الحرب ما زالت مستمرة وأوضح المحمدي أن القوات الحكومية تقوم حالياً بتمشيط مناطق الفلوجة وتطهيرها من العبوات الناسفة والمتفجرات مشيراً إلى أن القوات تواجهوا جيوباً لداعش في المدينة خصوصاً في المناطق الشمالية منها